في خبر اخر خصصت وسائل الاعلام الاسبانية حيزا كبيرا للحديث عن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الاسبانية يوم الاثنين الماضي والذي قامت من خلاله بحظر استخدام الاعلام او الرموز او الشعارات غير رسمية في الاماكن العامة مؤكدة ان هذا القرار يشمل كذلك اعلام وشعارات ما يسمى بجبهة البوليساريو وكتبت الصحف الكنارية لابروفانسيا ويلدية انه اصبح ممنوع عن حمل شعارات او رموز ما يسمى بالبوليساريو وشعارات رموز الجمعيات التي تدافع عن المثلية في الاماكن العامة والفضاءات والمؤسسات العمومية من جانبها اكدت صحيفة لابانجوارديا انه اصبح محظورا من الان فصاعدا استخدام الاعلام غير الرسمية للاحتفاء او للتضامن مع الجمعيات التي تدافع عن المثلية او جماعات الغجر او ما يسمى بجبهة البوليساريو بعد قرار الحظر الذي اصدره القضاء الاسباني كما اشارت وسائل الاعلام الاسبانية الى انه لا يجب ان يكون علم ما يسمى بالبوليساريو الى جانب علم اسبانيا والاعلام الاخرى القانونية والرسمية من جهتها قالت المجالة الاسبانية التلايار ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاسبانية على مدى العامين الماضيين تؤكد ان السلطة التنفيذية الاسبانية بقيادة بيدرو سانشيز تمضي قدما وبشكل تدريجي لعزل ما يسمى بالبوليساريو